يبقى الاقامات بعد الاقامة السنة اقامة سنتين اقامة سنتين تاني يلجع لمكتب محماء من حقه من امتى يقدم على الجنسية هو شخص المفروض بسيلي عملية حسابية بالزبط وبقاله قد ايه هنا بس الشخص تبتدقى من ست سنين لو معال بيت سفاي وبينطبق على شروط الجنسية يقدر يقدم على الجنسية طيب بالنسبة للم الشامل بيبقى وضع ايه الشخص ده يقدر يعمل عملية للم الشامل ولا لا ولا وما هو يقدر يعمل للم شامل بس عن طريق عقد عمل لو ما عندوش لجوء كامل يعني لو عنده شغال من بعد الاقامة سنتين اول سنتين يقدر يعمل للم شامل للأسر اول ما هو خد اقامة دلوقتي سنة نعم سنتين جدد سنتين جدد سنتين خلصه السنتين قبل ما يخلصه بشويه يقدر يقدم على للم شامل عن طريق عقد عمل عقد عمل يعني يكون هو شغال وعنده دخل عنده دخل وعنده بيت يناسب عدد أفراد الأسرة بالزبط هم محددينها دلوقتي قريبا للفرد 15 متر تقريبا نعم ولازم يكون في دخل كافي طبعا طبعا والدخل دي مشكلة كبيرة يعني لان بيطلبوا مبلغ كبير جدا لو عيلة كبيرة